مرحبا اخوان العزاء بهذا الفيديو راح اوضح بعض المشاكل الشارعة الحاسبة او الكمبيوتر اثناء تشغيل اللعب او بعض مرامج المنتاج سريعة وطبعا خلال تجربتي بشراء عدة الحاسبات وحدوث بعض المشاكل فرح لخاصة مشاكل انا صارتلي وكل وقت وشون عالجتها ضع المشاكل صارتل اربع مشاكل المشكلة الاولى احبدي على السرعة انت ثردان جاي تلعب او جاي تشغيل المنتاج فجأة صار لك فريم او فريم لك يعني الشاشة الصورة وقفت وظهور صوت صوت يعني شلون مثل ما نقول صوت مستمر شلون يعني شوشوشة وهي شي ضل مستمر وتبقى على هالحالة هاي بهاي الحالة شفت انو ضلت اتحرى عن هذا الشي عن جون اثناء ما انا جاي العب صارت هاي الحالة وبصورة مستمره مرات بداية القيم مراتب نتلصف القيم مراتب مثلا من شارل برامج ثقيلة مثلا وثقيلة هي شي ضلت اتحرى عن الموضوع ضلت ابدل القطع وهاي فاتضح انو اخر شي السبب هو المادربورد المادربورد بي مشكلة بيحس شنوه الظهر شون مثلا اه وسيلة المخاطرة بين الكارت شاشة او البروسة او الى اخره المادربورد بيها مشكلة اه بحيث انو المشكلة تلخصت عدي انو الصورة توقف فجأة وصوت مستمر بس ما يسير يستارت يظل على هالحالة هاي شفت انو المادربورد هي مشكلة بمجرد ما بدت المادربورد راح تعدى هاي المشكلة طبعا قبل هذان المشاكل احنا لازم اولا ناخد بعين الاعتبار مشاكل السوفتوير هذا نجاش نكلم مشاكل هاردوير مشاكل السوفتوير مثلا تحديث كارت الشاشة على اخر تحديث تحديث البيوس وطبعا كل شركة طريقة تحديث بيوس يعني هاي خطوة اولية بعدها ما اصلا تعدي مشكلة نروح للهاردوير فالمشكلة الاولى هي ظهور صورة وصوت مستمر وما سكوري سارت هاي مشكلة اللاخت تعدى بالماذربورد المشكلة الثانية يقول توقف الصورة مع صوت مستمر مع الريستار التقائي انا جاي ألعب وشفت انه مثلا مؤشر مع المعوس فجأة ووقف ونوب رجع ونوب فوجأة ووقف ونوب كذلك صور وقفت صارت ثقيل حاسب كل شأن الصور وقفت همصار فراملوك احتمال يظهر صوت مع شاسم يظهر صوت هاذا النويز توقف النظام او فريزنج او احتمال ما يظهر وفجأة شنوه السيريسات القائلة الحاسب او الكمبيوتر من السيريسات القائلة الكمبيوتر شنوه نشوف انه ظهور اللي يسمونه يظهر الخلفية الزرقة مع ال ويندوز سيفن الاشرة اللي يجيلي هنانا مثلا اكو مشكلة صارت بالنظام هاي الحالة تظهر عدي شنوه ضلت الحرق عن الامر هم كذلك شفت ان المشكلة بال الس اس دي او الذاكرة شفت انه الس اس دي اللي هو التخزين داخلية هي كانت المشكلة بيها مشكلة بيها بحث انه سكتر احد السكترات هو مقاطع الس اس دي مثل ما نقول شون منتهية او محترقية فهي صارت بتعدي هاي مشكلة لان يقولون العمر الافتراضي للشسمة الس اس دي تقريبا عشر سنينة انا صارت عدي سبع سنينة هنية تختلف حسب الاستخدام حسب الحدف فاول ما بديت للس اس دي المشكلة اختفتها ادي فظهور صور يعني جاي العبانة فجأة الصور ووقفت من وقفت شنو اس صار استارت ا disrespectful اشترك المشكلة يقولون اس اث مشكلة ثاني شنوه مرات احيانا من نسيتDP درجة الحرارة انا جاي عفجأة ووقفت اي ايhh اس , مثل بولمانتي اي شركة او براند ثانية انا نصب البرنامج الخاص بي السوفتور اللي راح يوضح لي السرع الجسمي درجة الحرارة مع المعايجة التحرارة مع الكارد الشاشة اي اي انا بالنسبة لكارد الشاشة اكو بناء من جمه واحد اللي هو اما اس اي افتر برنار هذا راح يوضح لي درجة الحرارة مع الكارد الشاشة فاسببين هذا يعزه اليك. المشكلة الثلاثة هي اطفاء الكمبيوتر بصورة مفاجئة. اي انا مثلا جاي على فجأة اطفت الكمبيوتر. يعني جاي يصير. ليس عادي يفشل بالطاقة. يعني اي كارد الشاشة اراد طاقة بعد اكثر. بس ما حصل. فا اول الحاسب كليه ما دربوت كليه صار سحب. فاجئ للطاقة اطفت الحاسب كليه. هالا السبب واضح وما يقبل الله الله. هو مشكلة بالبور سبلاي بمشكلة بخلايا ميتة بما جاي يطي كفاءة كاملة. في اطفاء مباشر مباشرة. اه. اما احيانا قد يكون درجة حرارة. بس بصورة الاكبر هو كانش البرو سبلاي. بور سبلاي مجهز القدرة يعني ميت او محترك او بي مشكلة. المشكلة اخي يضهو شاشة سوداء مع حدوث سرعة الدوان لفانال كارد الشاشة. بحالة هاي شنو عدي. انا جاي الاعب كذلك. صار مشكلة وفاجأة شاشة سوداء صارت. اسمع صوت اللعبة. اسمع صوت المثان الشي جاي يصي جوه. بس شاشة صار سوداء كأنما الاكتباط بين اله ديها ماي والكارحاسب والمونيتر صار بي قطع. فمجرد شاشة صار سوداء. بس اقدر اسمع الصوت اقدر اشو. بس ما ما جايتي عرض شي. وشنو امارات الفانات ما الكارد الشاشة بظلت افتر بسرعتها قصوة. هاي مشكلتين. المشكلة الاولى هي انو بالكارد الشاشة اكو نوع من الحرارة درجة حرارة. درجة الحرارة اللي هي ما تسمى البرو سر نفسه ما الكارد الشاشة. واكو شون الفيرام او الميموري مع الجي بي و اكو بي كذاك درجة حرارة معينة. فهاي تقليل درجة حرارة عن الجسمة. عن البو سر ما اللي ما اجي. يصير شون الازقاط. مو نازقاط. الازقاط حراري يصير ذاني البيض. يصير نفوه. كاميرات هذان من ينتهن او يخربن. في يوصل اذان يوصل لوحدة في رام درجة حرارة ما يجل يتحملها للجسم البو سر او المعالج. فالجسم اللي درجة حرارة فرأسا الكارد الشاشة يوقف. اه شون نعرفها? النصر البرنامج اللي هو cpu z اعتقد او hw monitor. الدرجة حرارة سموها hot spot temperature. hot spot تعتقد temperature ايه? اي. يسمونها hot spot temperature. نلاحظ درجة حرارة نشوف القد فرق تقي منه فرق 10 بالمية بين درجة حرارة مثل الشاشة وبين الفيرام. فهاي اول شيء نتحرى عنه. شفنا لانه درجة حرارة طبيعية ضمن يحدو الطبيعية ما جاء يصعد فوق المية مية واكسور. المشكلة الثانية شنوه? طبعا انا شسا هو احاول اطلع الكارد الشاشة وانطفه. سبري هاي خاف اكم مثلا انتراب مرات يصرب بين الشسمة بين الذن الباط واللزقات او الشسمة ذن الخراط يصرب الكارد الشاشة. اي اي اشوف خافر انطفه. شفيتها ما صارت. مشكلة ثاني شنوه? البيع البروك كونكتر اللي هو اللي يجنذني البروسبلاي يقبط بطل الكارد الشاشة. نذني البروك كونكتر. البنز البي اي انز او البنز سامون. هذاني شنوه احيانا? البنات يرجع عن دوارة. يعني قدل سحب المفاجئ في البنات يرجع عن دوارة فما ممكن البنات مع عشقات بالبنز الداخلي مع الكارد الشاشة. ما جاي يحصل الوحدات اللي بدأ داخل كارد الشاشة كل الطريقة. احتمال جزء جاي يوصل الجزء لا. يبال حالها هاي شا سوا انا? افصل البنز مع الكارد الشاشة. وشي كنا شوف يعني كده انطبيعيات خابين تراب اه اسوين السبري وكذا. ونبش انو احاول ادفع حين اذا شفت انه مثلا واحد من البنات لي ورا احاول ادفعه بيدقه من الكابلات. واربطه مباشرة المشكلة راح تروح. فهاي حلول اكيدة يعني موثوقة لارب هاي مشاكل. طبعا مشاكل صارت بيه وانا جربتها. واتمنى تكون هالفيديو عرفاتكم. وشكرا لكم.